صباح الخير لكم زملاء نأكيد وصباح الخير لكل مشاهدين ومتابعين في برنامج فلسطين هذا الصباح اليوم في فلسطين هذا الصباح نرافقكم في الحصيدة الفلسطينية وهي حصاد القمح وهنا القمح ليس حبات قمح فقط إنما لكل سنبولة ألف حكاية تحملها في جعبتها منذ عام النكبة حتى الآن سنتابع تفاصيل الحصيدة للقمح من المحافظات الجنوبية ابقوا معنا اشتركوا في القناة شدينا الكرام رح نتعرف مع الأستاذ يوسف قديح صاحب مزرعة القمح اليوم على موسم القمح في البداية بنصبح عليك بنقول لك يعطيك ألف عافية هلا يسعد صباحك يعطيك الصحة يعني اليوم القمح منظره بفتح النفس صورة جميلة لمشاركة كمان جماعية من السيدات ومن الرجال خلينا نحكي كيف موسم القمح إن شاء الله يكون اليوم أو السنة هاي موسم خير الحمد لله الموسم السنة هاي جيد والحمد لله كانت الأمطار وفيرة اليوم احنا مشاركة الجميع بنشكر تلفزيون فلسطين على توثيق هاي اللحظة اللي احنا كنا اجدادنا كانوا يعني مهنتهم عشان يقدروا يعيشوا فاليوم احنا بنجسد على الواقع تجدرنا في الأرض بالضبط احنا اليوم النكبة بذكرنا إنو الأرض مش رح ننساها الأرض رح نزراحها رح إذا كلمناها رح تكلمنا بالتأكيد احنا اليوم الحمد لله في المزرعة المحصول جيد والجو كويس والحمد لله يعني قدرنا نعمل مجموعة من الصبايا اليوم يشاركونا في هاي الحصاد يعني من أجمل مظاهر الحصيدة أو الحصاد للقمح عندنا بالمحافظات الجنوبية وحتى في الشمالية المشاركة الجماعية هاي المهنة أصلا تورثتوها أبا عن جد هي مهنة تراثية وتاريخية ومرتبطة بأرضنا فلسطين تحديدا وإلها حكاية خاصة وإلها طقوس خاصة حتى في أيام الحصيدة خلينا نحكي عن هاي المشاركة خلينا نحكي عن الأجواء الحلوة عن التفاصيل الجميلة اللي بتكون موجودة بوقت الحصيدة الحصيدة لها طقوس معينة كانوا أجدادنا الله يرحمهم بيحافظوا على أنه تربط العلاقات الاجتماعية مع بعض يعني القرائب الجيران كانوا بيتجمعوا لحتى ما يشاركوا في جمع المحصول زمان أرجع لورا زمان كانوا يحصدوا بيديهم طبعا ومع بعضهم ما كانش لا فيه آلات ولا فيه تركتورات ولا كان فيه إشي كانوا بيحصدوا الله عزك على الحيوانات تسقط من الحيوانات ويحرتوا عليهم يدرسوا قصد عليهم ويعملوا كوم معين ويجي مع بعضهم البلد كلها تساعد طبعا زمان كان فيه استخدام المدراء زمان كانش فيه يحصد مش عارف الشي كان كله القمح لتبن مع القمح وكان يجبوا اسمه مدراء هذه تفسر القمح عن التبن وكانوا زمان كانوا يقعدوا يقلوا مع بعضهم طبعا كانوا يستخدموا لهذيج اثناء الحصاد وكان شيء بالزبط في ذكرنا يعني انتم اليوم ذكرتونا رجعنا لنورا عشان تذكر أجدادنا كيف كانوا يعملوا كيف كانوا يحصدوا كيف كانوا يخزنوا شسموا تبنهم في نقطة كتير حلوة أنت حكيت عنها إلها علاقة بأجواء الحصيدة الجمعة الأهزيج والفزعة خلينا نعرف شو الفزعة وشو الأهزيج اللي كنتوا تغنوها بالحصيدة والله ممكن متذكر إشي من أبوك أو من جدة آه يعني كانوا بدروا مثلاً ياخد مدرعة طبعاً كان أول ما يبدأ يشتغله كانت البلد القرية إحنا كانت كنرية قرية كان كل حدي يجي من هان ومعاه قالتوا لتعت المدرعة هاي بيسموها خاصة فيه ويجي اشي من الشارقة اشي من غربة اشي من الشارقة هاي بتسموها الفزعة هاي الفزعة أنه الكل بيشارك والكل بيساعد أن تتخلص بسرعة إضافة للنساء كمان كان يشاركوا في حمل التبين ويخزنوا وإشي إشي يعني كانت تقوس إلها 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 رونق وإلها يعني عبق يعني بدنا تغششنا شوي شو كنتوا تغنوا بالحصيدة زمان يا حصاد يحصدوا مع بعضهم سويد سويد نقل حب من السويد هزيج كتير يعني الواحد مفروض هاي تسجل ويعني تؤرخ بالزبط اليوم أنت تورثت هاي المهنة عن الأب والجد الأباء والأجداد حريص أنه أنت تورثها لأبنائك قدي مدى الحرص أنه أنت يكون ولادك اليوم موجودين بالمزرعة وبشوفوا الحصيدة وبشوفوا أهمية القمح وكل سنبلة وكل حبة أمح عم تطلع من هاي المزرعة بالزبط أنا يعني كنت قادر أجيب عمال وأريح نفسي بس اليوم عساس أنه أنا أربط الأولاد بالأرض وعلاقتهم بالأرض جيبت الأولاد وزوجتي وجيبت أكلي معي عساس أنه أنا أربط الأولاد بالأرض أنه مش عمال القصة بس يعني أنه بقدر إمكان أنه ننتمي للأرض نحكي عن منتجات القمح يعني كتير الناس بتقولك أنه يعني شو بني طلع من القمح غير لطحين لكن أنا متأكدة أنه فيه كمان كتير منتجات جميلة يمكن مش معروفة أو معروفة في بعض الأماكن خلينا نذكر فيها المشاهدة اللي بيحضرنا لليوم شو هي المنتجات اللي بنحصل عليها من سنابل القمح اليوم القمح عدة فوائد القمح في الأثناء فترة النمو يكون أخضر بنصنع منه الفريقة بنعمل منه الفريقة اللي هي طبعا في النار بنعملها تشوي بنشويها بالنار ويش زي هيك وبعدين بنفروكة وبنطلع منها هو الفريقة الأخضر الموجودة في السوار ماركت طبعا بالإضافة للتبن علف للحيوانات بالإضافة الزمان كان يعملوا منه مساند وفرشات لا مساند كان يعملوا بالأحرى كان القمح الطويل هذي رفعوا القمح منه ويخلوه ويعملوا مساند معظم البيوت كان لها مساند مصنوعة من القش نذكر كمان كان في بعض الاسكمبلات أو الكراسي اللي بتستخدم بالمناسبات وبالأفراح كانت موجودة بتستخدم من سنابل القمح الطويلة جزء من الترات كانوا يستخدموا ويعملوا فيه حتى كانوا يخزدوا إذا بدهم يخزدوا القمح يخلوه بسنابله عساس أنه ما يسوشش لأنه يظلوا بسنبلته بسوسش فكانوا يستخدموا أنه يعني يبدوا يخزن شوية منه ويظلوا معلقهم للزمان يعملوا منهم مناظر ويعملوا منه شيء فكتير يعني استخداماته بالإضافة للطحين نحكي اليوم عن هاي المساحة تقريبا قد يتكفي احتياج للمواطن الفلسطيني احتياج إليك أنت كمزارة يعني هل تشعر أنه هاي الكمية من المزروعات مزروع القمح بتكون كافية أنه أنت تشعر باكتفاء ذاتي كأسرة كعائلة بالضبط آه الحمد لله يعني خلال فترة بتكفيني من الموسم للموسم بزيد يعني محصول وسنة جيد إن شاء الله الحمد لله الانتاج كويس يعني ببعد فينا لموسم تاني بتشجع المزارعين التانين أنهم يلجأوا لزراعة القمح؟ القمح زراعة مش محتاجة مش محتاجة تكلفة لأنه الرأي مش كتير حسب الموسم إذا جاء مطر منيح طبعا بعل بتمه ولا تستخدمش في رأي ولا بستخدم كمويات فبالتالي مش كتير مكلف ترجمة نانسي قنقر طبعا مشاهدين الكرام هلأ مع أحد المشاركات في حصاد القمح اليوم بالمحافظات الجنوبية أفنان قضيح في البداية أفنان بنقولك يسعد صباحي يسعد صباحي كارا يعني خلينا نحكي عن مشاركتك هي أول مشاركة إليك في حصاد القمح كيف شعورك اليوم؟ صحيح هي أول مشاركة إلي شعور حلو أنه نيجي جماعة مع بعض نحصد القمح ويعني في أجواء من السعادة وتجربة كتجربة أولى كتجربة حلوة أني أنجزت هذا الإشي يعني وأنا كمهندسة زراعية صحي مهندسة زراعية بس يعني أنا ما بشارك كتير وهيك يعني فالمرة حينزلنا على الميدان واشتغلنا فكتير تجربة حلوة أجواء سعيدة يعني فهنبسط في هاي التجربة وطبعا مش هتكون أول تجربة إن شاء الله يعني تعودنا وحتي لا مش هتكون آخر تجربة إن شاء الله طبعا إحنا نقولك يعطيك ألف عافية شكرا كتير لإلك أفنان على مشاركتك اليوم بالحصيدة ونقولك سعد صباحك طبعا مشاهدين الكرام بسنابل القمح وبمشوار الحصيدة لليوم اللي أضناه بهالمكان الجميل بنكون وصلنا لحتام فقرتنا الصباحية اللي حملت مع سنابل القمح وحكاياتنا الفلسطينية والتاريخية مشاهدين الكرام هذه عودة لسيدناتنا بيرام الله إليكم زملائي من جديد يصعد صباحكم